الحال كان موجود في تكوين 3-15 الوعد من الناس للمرأة يصحق رأس الحية اللي هو الواحد اللي هو المسيح وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع فبالمسيح جاء الحياة إلى العالم جاء الحياة والخلاص والفداء العالم وهنا إذا أنكرت حدث فأنا بالتالي بنكر الحدث الثاني لأن إيه لزوم مجيء المسيح ما لزوم كفارة المسيح إلا متكن هناك خطيئة ومشكلة وعشان كده أنا بتكلم مع أخواتي المشاهدين أن خلي بالنا ممكن تبص تلاقي حاجة صغيرة ويمكن تقول وإيه يعني لكن الحاجة دي بتهد ده أساس أنت بتهد في أساس المسيحية إنكارنا للخطيئة الأصلية هو إنكارنا للكفارة حسب الآيات اللي حضرت تجريتها في روميا خمسة فبنشوف ده حاجة أكيدة ومقارنة الرسول بولوس بيعملها وخلي بالنا إحنا بنجرى أولا ده الوحي الإلهي كلمة الله المقدسة بالإضافة أن الرسول بولوس لما تكلم عن نفسه وبيتكلم عن معرفته للعهد القديم جاء عن نفسه فريسي من الفريسيين بمعنى أن الشخص ده دارس ومضقق في كلمة الله في العهد القديم وهنا بيحط لنا مقارنة رائعة بين آدم والمسيح بين الموت والحياة بين الخطيئة والفداء والعتق من الخطيئة فلو أنا أنكارت ده فأنا بنكر ده فأنا هديت المسيحية ما لفيش لزوم للمسيحية لكن احنا بنشوف إن الكتاب المقدس بيؤكد على هذه الحقائق وما نخليش الشيطان يرجع تاني وشككنا فيه كلام الله ترجمة نانسي قنقر